الحياة من مبارح بمجرد انتهاء مباراة الأهل والإسماعيل بالتعادل بمجرد ما ظهرت أحاديث الكلام عن فكرة المباراة المؤجلات والطريقة اللي الاتحاد أعلم بيها جدول المباراة واعتراض بعض الأندية المهددة والجملة الفاضحة الكاشفة الكاسفة أنه الزمالك هيلعب مع ديات أو ديات في ضوء النتاج حسب من اللي يرتاح لأول وصار جدل كبير جدا وكان جمهور الأهل معاه حق في جزئية هو الأهل فين هو الأهل ساكت ليه هو الأهل واقع عليه الضرر ما بيتكلمش في ناس بتدير المسابقة بعليا الطلاق في ناس بتحقق أهدافها بيمين الطلاق فيه التحاد بيرضخ لتهديدات والأهل فين وأنا استقبلت السؤال ده كتير جدا على السوشيال ميديا كل ما أقول جملة يجيين الرد طب هو الأهل فين على تويتر على الفيسبوك في كله يسأل إيه موقف الأهلي شوف بس أنا بس قبل ما تقول موقف الأهلي أنا عايز أوضح نقطة الرأي العام بيتعامل مع أخبار بيتم إطلاقها والأهل يتعامل مع خطابات رسمية فالكلام المتناسر اللي بقاله عشرة أيام مكانش ده قرار لسه صدر من اتحاد الكرة بأي حاجة لأنه ممكن تقعد تحتاج وتمعد اتحاد الكرة وقالك مين قالك أنه أنا حعمل كده أول ما جاء الجدول من يومين ثلاثة لا فيه اجتماعات مكسفة لمناقشة هذا الأمر يمكن ما كانش فيه كلام من المجلس قبل المباراة عشان ما تؤثرش على المباراة لكن كمان كل حاجة معمولة في توقيت لاني بيبقى عندك مباراة يا سيمة يوم يدي لقنبلة يوم المطش بتاعها تلبيخك طوع تتكلم فيها ويبقى هي مصار الحديث يتسكت عشان تركز في المطش يتنشغل بيئة وتنشغل على المطش هو الآن مش فين هو الآن موجود بس مستني حاجة يقدر نقشها حاجة رسمي ترجمة نانسي قنقر